التغى الرئيس الصيني شي جنبين برئيس الوزراء الكندي جاستي ناتروتو يوم الثلاثة في قاسر ديو يتعارب ضيافة ببكين أشار شي جنبين إلى أن كل من الصين وكندا يتمتع بمزايا خاصة ويمكن لأحدهما إكمال الآخر كما أن لديهما إمكانية هائلة في التعاون داعيا الجانبين لتوسيع التعاون العملي واستكشاف إمكانية التعاون وتعزيز التعاون في الطاقة والموارد والابتكار التكني والخدمة المالية والزراعة الحديثة قال شي إن الصين تنوي مواصلة تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في كندا وترحب بالشركات الكندية للمشاركة في بناء الحزام والطريق مضيفا أن الصين ترغب في تعلم خبرات جيدة من كندا في عملية التحضير لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 كما قال شي إنه يجب على الجانبين تعزيز التنسيق والتعاون في قضايا مهمة مثل تغير المناخ وفي إطارات متعددة الأطراف للمضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومن جانبه قالت رودو إن كندا تسعى وراء تعميق العلاقات مع الصين وتعزيز التبادل والتعاون في الاقتصاد والتجارة والثقافة وتكثيف الاتصال والتنسيق في قضايا مهمة دولية وإقليمية ترجمة نانسي قنقر